عرفنا هنا في رقم 10 من الكواريس يعني ان فيه ازمة بين الحكام والتحاد الكرة بسبب المستحقات المتأخرة حتى الان لم تصرف اي مستحقات للحكام منذ الاسبوع الرابع من الدوري المصري الاسبوع الرابع من الدوري المصري بيتور بليلة رئيس لجنة الحكام تدخل بناء على طلب الحكام بعد تجاهل المجلس مجلس اتحاد الكرة لمطالهم اكثر من مرة ولتخطط 40 مليون جنيه بالزمة بقى ازاي انا هلوم على حكم ولا حاسب حكم ولا انطاقت حكم انا بكلم على مجموعة الحكام وهم اليوم 40 مليون جنيه انهم ما خدوش فلوسهم من الاسبوع الرابع ده كلام ده كلام ما يفيه حاجات يا جماعة ما بقدرش اعديها كده واقولها خليك هادي ولطيف ولذيذ ما ينفعش يا جماعة حرام يعني واحد كلام نشتغل ليه وكلام نتعب ليه وكلام نكتهد ليه عشان سمع وشغل كويس وفي نفس الوقت مقابل مادي كويس لما الحكم ما ياخدش فلوس الليه اصلا مش فلوس كبيرة يعني ما ياخدش فلوس من الاسبوع الرابع مستني مين نوعي مستني مين نشتغل ليه وكلام 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 نشتغل لي